أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند بالتأكيد امبارح كان حدث مبهج لكل جماهير النادي الأهلي ولكل أعضاء النادي الأهلي وأهمية الحدث مش بس في المتارع الإعلامية داخل مصر أنا ليه في الانترو قلت مؤتمر صحفي عالمي لأن امبارح أنا كنت مهتم جدا أشوف ردود الأفعال من خلال الصحفيين الأفارقة والصحفيين العرب في دول شمال إفريقيا واشوف ردود الأفعال حتى من خلال الزملاء الصحفيين في الخليج وأنا بتكلم في الانترو وهتشوفوا دلوقتي الشكل المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب وعرض ما تم خلال آخر أربع سنوات من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي أنا الجملة اللي استوقفتني أو التعبير اللي استوقفني لما لقي يعني مثلا ألاقي زملاء صحفيين في المغرب يقولك أين نحن وأين هم أين نحن وأين هم ده بالتأكيد يعني تأدير كبير جدا لما وصل إلي النادي الأهلي لما لقي في تونس مقالة النهاردة ولقي زملاء صحفيين بيتكلموا والجملة السابتة ما بين أكتر من صحفي تونسي يقولك كفانة زغزغة عصفير ويجعجع وضحك على الدؤون لسنا في نفس المستوى هو ده الفكرة أن أنت بتبقى عارف بالضبط النادي الأهلي وصل لأي مرحلة وبتلاقي ردود الأفعال جاية من الخارج قبل ما بيكون ردود الأفعال هنا من داخل مصر بابا العكس ممكن تلاقي ردود أفعال داخل مصر بتبقى غريبة شوية بس بنبقى فاهمنا لكن التأدير بقى لما الناس بارة بتشوف الفرق وبتتكلم عنك بهذا المستوى لما تلاقي أكتر من صحفي في إفريقيا وبتكلم يقولك الأهلي بالميزانيات والأرقام اللي عرضها الكابتن محمود الخطيب قال لك ده الأهلي هو باريستان جيرمان أفريقيا الأهلي في مستوى تاني خالص المؤتمر مبارح أنتش بتتكلم على مجرد نادي اجتماعي عنده مطاعم وعنده اشتراكات وخلاص لا أنت بتتكلم على نادي وصل لمرحلة بقى بيعمل شركات لتعزيز القدرات التمويلية للنادي الأهلي شركة كرة قدر شركة منشآت رياضية شركة خدمات رياضية برضو كمان الاهتمام الإعلامي مش على فكرة أن الأهلي عنده منظومة إعلامية كبيرة لا ده الناس بتتكلم على أن إزاي قدر النادي الأهلي يوظف هذه المنظومة الإعلامية من خلال صفحات السوشيال ميديا والدور اللي ممكن تقوم بيه السوشيال ميديا عشان تبقى ربح اقتصادي لصالح النادي الأهلي ميزانية الأهلي في 2021 بلغت حوالي 2.539.000.000 جنيه أي ما يعادل بحوالي 161.000.000 دولار من حوالي 7 سنين لما كانت الميزانية حوالي 331.000.000 جنيه عام 2014 كانت حوالي 20.000.000 دولار شوفوا الحجم انت بتتكلم في 8 أضعاف في فترة زمنية بتتكلم في 7 سنين من رغم الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا وعدم حضور الجمهور وهو ده جزء مهم جدا من فكرة اللي إرادات التذاكر المباراة دي بتبقى دعم مادي للأندية لكن انت بتعتمد على أمور كثيرة جدا الشركات كمان الرياضية لفترة الجاية هيكل لها انطلاقة مختلفة برح سمعنا رئيس كل شركة هو بيستعرض الشركة هدفها ايه ومضمونها ايه وايه الدور اللي هتقوم بيه كمان تكريم الرموز كابتن حسن حمدي ان شاء الله يوم الأربع ودكتور حسن مصطفى رموزنا اللي بالتأكيد بيتم تكرمهم من خلال وسامي الأهل الزهبي اليوم بقولكم بارح كان يوم مبهج والنهاردة الأهلوية صحيين وكأنك انت فاس مبتولة صحي على حدث استثنائي ما بتشوفوش إلا من خلال النادي الأهل وفي نفس الوقت انت بتستعرض أيضا ما حدث خلال آخر أربع سنين سواء من خلال منشآت رياضية أو من خلال فرق رياضية والإنجازات اللي تمت سواء أيضا لفريق قرة القدم وأيضا كمان للنشاط الرياضي والألعاب الجمعية والألعاب الفردية وما تم ذكره بالأمس من خلال أيضا الكابتن محمود الخطيب كمان كابتن الخطيب كان بيتكلم على تطوير رلاحة النظام الأساسي وأنها كانت على أولويات مجلس إدارة النادي الأهلي وتم توجيه الشكر لأعضاء الجماعية العمومية والشكر لكل القائمين على هذا المشروع أيضا كمان الإدارة القانونية والحديث عن المستشار حلم عبد الرازي الله يرحمه بالتأكيد اللي كان أين بدور كبير جدا في ملف الشؤون القانونية خلال السنوات الأخيرة دور كمان المستشار محمود فهم اللي تم تكريمه خلال الفترة الأخيرة على صدور رلاحة النظام الأساسي دور كمان الجهات الإعلامية أو الدور المنظومة الإعلامية في الفترة السابقة دور العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي وحاليا كمان دكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي الحالي أنتوا بتتكلموا على تواصل أجيال وأجيال بتشتغل من أجل هدف واحد مصلحة النادي الأهلي والهرم اللي مبارح الكابتن محمود الخطيب كان بيستعرضه من خلال برنامج عائلة الأهلي اللي تم طرحه على كل وسائل إعلام وكل أعضاء جمال عمية عام 2017 وتحقيق أهدافه بنسبة كبيرة جدا اشتركوا في القناة